أبرز اللعيبة في مصر بقى بصفحة عنا معنا الهدفين حتى نستعرض الهدفين مع روي فيتوريا هتلاقي اللعيبة وبرضه هنترح منها سؤال أول هداف طبعا محمد صلاح مسجل 8 أهداف مع روي فيتوريا لو نجيب قائمة الهدفين محمد صلاح 8 أهداف محمود تريزيجيه 6 أهداف هقول دي تحت قيادة روي فيتوريا في 13 مباراة مصطفى محمد كريم 4 أهداف عمر مرموش 3 أهداف هنا السؤال بقى أنا بشوف مين الأفضل أو مين الأحسن في المطشق هل تريزيجيه ولا عمر مرموش اللي مكسر الدنيا مع انتراكت فرانكوفورد أنا بشوف كوينك أنا بشوف كأداء أنا بشوف أن تريزيجيه أفضل بصراحة فكرة مرموش رائع وهيل وكويس بس فاردي فاردي يا كابتن إسلام وبعدين مرموش وجهت نظري أنه يعني هو لعب كم مباراة 13 برضو لا بس بديل بيلعب بديل ساعات أو أساسي في المباراة اللي كان بيلعب فيها في الآخر هو أنه جعل هجوميات بتاعته أنا بحطه ليه آه عشان يدفع كويس لما تريزيجيه يدفع كويس بس كسر جعل هجوميات بتاعته أهم نقطة أريد أن نتكلم عليه أن مركز مرموش مع انتراكت فرانكفورد راس حربة راس حربة صريحة بالوقت أه وده تعلقه هل بالك هو بدأ على الفكرة هو بدأ غير ملحظة يعمل معاه كده وبعد كده منزل محمد شريف آه لعب كان بيلعب باتنين قدام بلعب كموضحين في الحتة اللي فرصة أنه مرموش يلعب راس حربة صريحة صحب مصر وسط وجود مصطفى محمد صحب محمد شريف أقرب إلى الاستحالة أقرب إلى الاستحالة فهو النهاردة نقطة تقلقه مع فرانكفورد أنه هو غاية مركزه بقى مواجم صريح وقابة كنت مهمة أنه مواجم صريحة إسلام مش مطالب بالدفاع فأنت نهاردة هو بيحتفظ بمجهوده ليه الحتة الهجومية لكن لما بتلعبه أنت وينجر وبتلعبه على الجناح على الخط هو مطالب بالعودة مع الفول باك إنه يرجع يدافع فبالتالي بتاخده من تركيزه بتاخده من مجهود تريزي جيه كمان يا كريم تريزي جيه منتج جدا جدا من أحسن اللعيبة الجندي المجهود منعب التصفيات مهم جدا تريزي جيه مسجل ستة أهداف وصنع هدفين يعني مساهم في تمن أهداف فتريزي جيه فعال بيدافع بشكل كويس حتى النهاردة الهدفين أو كذا كورة تريزي جيه دايما تلاقيه مكمل كمهاجم تاني جنبه مصطفى محمد فتريزي جيه بصراحة تطور تطور كتير قوي يعني لو قرنت تريزي جيه بأي حد طالح في جيله مثلا في الفترة دي تريزي جيه تطور في الاحتراف تريزي جيه ورمضان صبح تلقوا مع بعض رمضان صبح يشوف تطويره ازاي وشوف تريزي جيه تطويره ازاي رمضان لغاية دلوقتي على الجون مفيش ما بيجيبش جوان كتير ودفاعيا تريزي جيه شوفوا بعد ما راح الاحتراف بقى فين تريزي جيه دلوقتي بقى أساسي في منتخب مصر بيجيب جوان بيساهم في الجون بيكمل في ظهر مصطفى محمد بيدافع بشكل كويس فعال ما شاء الله بدنيا كويس جدا فبصراحة انا بشوف تريزي جيه مفيد عمر مرموش لعيب كويس جدا بس مشكلته انا يعني فاردي لعيب فاردي بيحب الفاردي عايز هو ليجيب الجون حتى في المتش الاول قدام سوريليون كل كورة عايز يخش الجوه ويشوت لا لازم تلعب في منتخب مصر احنا بتلعب باسم مصر لازم تلعب جماعي عشان شكلك يكون كويس برضو مصطفى محمد بيقدم اداء كويس وبصراحة واحد من احسن اللعيبة مصطفى محمد مسجل اربعة جوان وثلاثة اسس تحس ان هو يفرق معاك قدام او مهاجم زي مهاجم مهاجم مقاتل كرة الالتحامات الهوائية مهم جدا بيفرق معاك فالكوة الهجومية بسم الله ما شاء الله حتى محمد صلاح كمان في الشروط التاني بقى بيوزع تمريرات حاسمة وصل مرموش وصل مصطفى محمد حتى الاسسست بتاع الجون فمحمد صلاح برضو محمد صلاح عشان نديله حقه مسجل ثمان اهداف وعمل خمسة اسست برضو فيه صورة لما الجماهير نزلت له في الشروط التاني دي برضو حاجة بتأكد حب ان محمد صلاح ده اصبح يعني انا شخصيا يعني لما حد يقولي قيم يعني بيكلموني مسا في تليفونات البرامج والراديو اقول له انا ما قيمش محمد صلاح انا ما قدرش اقيم محمد صلاح ما تقوليش قيم محمد صلاح قال لي ليه قد قال لي انه انا محمد صلاح راح لعف حتة انا ما لعبتش فيها ولا اعرف يعني ايه اللي بيحصل فيها انا اعرف كده بالخبرة بالبتاع اول لاه ده كلام حقيقي ولكن عندما تتكلم لازم تتكلم مع الناس تتكلم بكلام مواقعي وحقيقي انا قدر اقيم صلاح في ايه في حركة زي دي قدر اقيم صلاح في اداء الفني في مطش لكن انا قيم صلاح وحد بيقولي يعني انت بقيم اداء صلاح مع ليفربول مثلا انا مبسوط بأداء صلاح في احد واحد معد 20 جون في الدورة الانجليزية واحدة في مصر يقول لك النهاردة اصلي صلاح مش اي يا جماعة يعني احنا عارفين انا وانا قبل المطشي اتقعد مع بعض الاصدقاء يقول دي كذا كذا قلت له يا جماعة مطشيات اللي زي دي ابو صلاح بيعمل ايه ما بيعرقش اسمه اسمه لعب تجاري ما بيعرقش ولكن فعال يعني هو اللي عامل الجون التاني هو اللي لمس الجون الاولاني لازم يعمل حاجة خلي بالك في مطشات كتير في ليفر بول مش كتير ولكن في مطشات بيعملها صلاح في ليفر بول كده يوقف لغاية ايما يجيب جون ايما يعمل جونين تلات وانا عايز ايمن لعيب واحد زي محمد صلاحة فمحدش يقول لي محمد اصليه كذا محمد بصلاحة خارج التقييم تماما وجهة نظري يعني